هسألك سؤالي هؤلاء بشكين طبعاً هل الزمالك هيرفع إيقاف القيد ولا أقا؟ وهل الزمالك بيتفاوض على لعبين جدود ولا أقا؟ طبعاً هل أنا جيت هنا مرة وقلت لك الزمالك مش يرفع إيقاف القيد؟ لا قلت لها إيقاف القيد في كل حلقة كنا نطلع مع بعض كان كلامي واحد ما زلت عند رأيك؟ عمره ما ضغ... الوقت عمالي دي أقاو عمره كلامي ما ضغير في الموضوع الزمالك لحد تقلّي كده بشكل صريح لحد آخر يوم في يناير طيب أخر يوم تتسمل بقى؟ يعني يناير دي مجازن اللي هو آخر يوم اللي أنا أقدر أنا أرفع القيد وأجيب العيبة مجازن إن أنا آخر يوم مسموح بإضم العيبة فيه؟ فأنا معاك... جد ما شغال على الملف فأنا معاك لأفضل فأنت peasانت قلت بتخلص إمتى؟ آخر يوم في يناير سأنا معاك لأفضل اليوم في يناير أنا شغال على الملف لو هرفع كفل يوم 30 ينال يوم 1-30 ينال هخلصه واجيب العيبة ايبا معاي صفاقاتي شغال على الملف شغال فهمت اتقال يا كريم في الساعات اللي فاتت ان الزمالك حول الفلوس ده ما حصلش طيب الكصة ايه خلينا نفسي سبورتنجليشبونة هنقسم بس الموضوع في نقاط سريعة الزمالك عنده اكتر من قضية يتصدرها سبورتنجليشبونة عشان ده المبلغ اللي هو البلك الكبير اه يعني البلك الكبير زي ما بنقول كده مليون ونص دولار طيب الزمالك لما تفوض مع سبورتنجليشبونة كنت قلتلك هنا قبل كده في مفاجأة في الموضوع ده كان احد رؤوساته اتكلم مع سبورتنجليشبونة اننا ندفع اصل المبلغ بس من غير فوايد كنت قلتلك في مفاجأة في طلب الزمالك هو دي المفاجأة ان الزمالك كان عايز يدفع اصل المبلغ بس من غير فوايد طبعا الكلام ما كانش على هوا طبعا النادي البرتغالي لانه خلاص واخد حكم طبعا ده بكلم برتغالي مش بكلم فرنسويين مثلا واخد حكم واخد حكم واخد حكم طيب العرض بعد كده بقى ايه ثلاث تقصات اترفض طب اسطين فالكلام دلوقتي خلينا نقول على الارض الواقع دلوقتي ان الزمالك يدفع مبلغ كبير سي 800 الف دولار مليون دولار والجزء الباقي قده لك مثلا بعد 6 شهور لسه ما تردش على الزمالك في الحتة دي ولكن الزمالك جاهز لكل السيناريوهات ده اللي تقلي جاهزين لكل السيناريوهات اه يعني لو ما نفعش كده هدفع الرقم كامل وهرفع ايقاف الكويت اه بس على حساب يعني ملفات تانية زي ايه ما تقليش بس يعني على حساب حاجات تانية بس بالنسبة لي كقدارة الكويت اهم حاجة هشتغل عليها طيب الزمالك بقى بيشتهل على مين بقى الملفات هرجع لك هقول لك الصفقات بس بقى الملفات سريعا الزمالك عنده 20.70 ألف دولار أتشمبونج عنده حوالي 100 ألف دولار مساعدين فريرا خلص نضاي عشان رعاية نضاي كان رقم قليل لسه رعاية سامسون 11 ألف دولار هيخلاصه عشان رقم قليل وربعمية وخمسين ألف دولار است لنادي كراكاسك فنزئولي كل دي طبعا ملفات هم مشغلين عليها دفعت سامسون أكينيول آه الاست الثاني كان الزمالك دفع است نصف مليون دولار كما يغلو سامسون نفسه سألت السؤال ده والله والله اه اتقل انت لو رئيس النادي هتتوافق قلته لأ يعني انت لو رئيس النادي هتتوافق تاخد سامسون وتتنزل على ربعمية وخمسين ألف دولار لفرصة هو باعوا خلاص فبنسبه لهم بس خاصة النادي ده ما عملش صفقة قبل كده بالقيمة دي طبعا بالنسبة لهم ان هم يرجعوا تنزل على ربعمية وخمسين ألف دولار والله يخلوه عندك درب من الخال اه درب من الخال فالموضوع مرفوض فهم شغالين طيب لستة او قيمة اللعيبة اللي الزمالك بيتحرك فيها قبل كده قلتلك في اسمين في خط النص هم اللي عليهم اللعين قوي محمد شحاتة وناصر ماهر محمد شحاتة لعب وسط طلعي الجيش альных حال فتح الكيد اتقال في الساعات اللي فاتت ان الزمالك عقاد جالسة مع محمد شكري ظهير أيصر نادي سراميكا واحمد رمضان بيكم وحصل على توقيع الاتنين اللعيبة الزمالك حصل من فترة على توقيع شكري بس ولم يحصل على توقيع أحمد رمضان بيكم دي معلومة مؤكدة الزمالك وقع مع محمد شكري ظهير أيصر سراميكا ولم يوقع مع بيكم ولكن اتعرض لو موضوع فتوح خلص ممكن الزمالك بيقدم رجلي ويأخر رجلي في قصة انا الشلناوي في السورة لا بشكل لا بص انا كنت هنا قلت لك ايه قلت لك الزمالك اتكلم في موضوع الشلناوي والطرح لكن قصة ان الشلناوي قصة المشاركة الأفريقية بعدته شوية عن الموضوع وهناك بعض المسؤولين جوانا الزمالك تحفظوا على فكرة الشلناوي فخرج من الحسابات فيه لعبة ثانية لكن زي محمد حمدي باكليفت امبي لكن موضوع بالنسبة للزمالك شايفين ان امبي هيغالي في الطلبات لكن محطوط في السورة وسامة جلال خناقة في يناير ما بين الاهلي والزمالك خاصة البرامد هيمشي وسامة جلال هيمشي؟ عنده الرغبة اه يعني لو جاله عرض ان نقشه ممتاز